المصر اليوم بتقول للأهل يرصد مليوني دولار لحسم صفقة الشحات المصر اليوم أهي قالت عايزة أقول لك العهداء الأسبوع اللي فات أعدت معاه مع سين الشحات فترة والله أبنته جي كان في بوابة أخبار اليوم عامل حوار مفتوح معاه فكانت جلسة طيبة جدا الحياة صديقنا سيد تحرير محمد البهنساوي كان مهتم جدا بي يعني هو شاف أن تكريمه تعويضا عن إهماره في المنتخف إزاي ما رحش متقدر أحسن لاعب في الدور الإماراتي صرف النظر أنت محتاجه أنت كنت محتاجه صحيح فعايز أقول لك حجم الحب اللي عنده للنادي الأهلي مش طبيعي يعني في عز ما هو مخصوط في الإمارات بحق مجد كبير طبعا عنده عقد كبير في الإمارات الناس مش بخلانة عليه بحاجة واخد أحسن لاعب واخد بطولة معاولين عليه كتير لما تسألوا إيه طموحك وإيه هدفك وإيه أملك أقول لك ألبس في نيلة الأهلي وبإذن الله ربنا حقاله أمله بإذن الله فدي النوعية بإذن الله اللي فعلا يعني تحتاج أنه تلعت في الأهلي وهو وهو يوم ما ييجي لأهلي أعتقد أنه هيقدم بشكل كمان أقوى بحيث المنتخب يستفيد منه ما هو ما ينفعش أنك يبقى عندك لعيب كده بالإمكانيات دي بالإمكانيات دي وبرى المنتخب يعني حاجة غريبة ما علينا شروبها بتقول إيه عدت أنت لمصر اليوم صح ما خلاص ما تكلمنا فيه والله تكلمت بما يكفي علي أكفي أنا موافق